موسيقى وإلى أصل الحكاية ووصل معدل التمييز في الأجور بين الجنسين إلى 27% متجاوزا بذلك المعدل العالمي بأكثر من 7% فماذا يعني ذلك؟ وهل هناك محاولات قامت بها الجهات المانية في سبيل جسر هذه الفجوة؟ وهل فعليا التمييز موجود فيها المجتمع الأردني؟ وكيف يمكن أن نرى هذه الفجوة من منظور آخر؟ وهل نحن نتحدث عن العدالة والمساواة في العمل مع الأخذ بالاعتبار للكفاءات والخبرات بين الذكر والأنت؟ سنجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية سيدا أحمد عوض صباح الخير سيد أحمد أهلا وسهلا فيك إذن خلينا نحكي عن البيانات والإحصاءات في هذا المجال رسميا نحن نحكي عن الفرق بين الأجور والرسوم 27% حدثنا أكثر عن هذه التفاصيل؟ يعني هذه المقياس خرج قبل عدة أيام في إطار جهود منظمات دولية ولكن هو بعتمد بشكل رئيسي على الإحصائيات الأردنية آخر إحصائيات الأردنية ذات علاقة بالأجور في الأردن وفروقاتها بين الرجال والنساء كانت في عام 2017 وأشارت بشكل واضح وصريح بأن هناك مستويين لاختلاف الأجور لفجوة الأجور بين الرجال والنساء عن مستوى الكلي هناك فجوة كبيرة وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية أيضا هناك فجوة كبيرة في الغالبية الكبرى من هذه القطاعات الاقتصادية أو في كلها حقيقة من جميع هذه القطاعات وبالتالي هذه الفجوة ملموسة ونحن نتعامل معها كمختصين في سياسات العمل وفي القضايا الاقتصادية وقضايا المساواة بين الجنسين منذ عدة سنوات حقيقة رغم أن هناك بعض التقدم في بعض الجوانب في قضايا المساواة إلا أنه ما زال هذا التقدم غير ملموس ولم ينعكس في ذلك وبالتالي لما أجد ترتيبنا في العالم أجد ترتيبنا في مرتبة متأخرة إلى جانب غالبية كبرى من الدول العربية للأسف الشديد للأسف طب حدثنا أكثر عن هذه التفاصيل إذا نحن نحكي عن الفجوة من أين أتت هذه الفجوة إيش للصب وراها يعني أنا تقدير الفجوة بين الأجور بين رجال والنساء هي أول شيء هي موجودة في غالبية في كل دول العالم عشان مش غالبية في كل دول العالم ولكن فيه بنسب متفاوته وفي هناك بعض التقديرات لمؤسسات دولية بتقول أنه بدنا قرنين إلى قرنين ونصف إلى هنا نحل مشكلة الفجوة بين الأجور بين الرجال وهذا يعود إلى أنه النظام الاقتصادي المطبق في العالم ومطبق في بلداننا هو أنظمة اقتصادية غير عادلة لا تحقق المساواة بين أفراد المجتمع بشكل عام ولا بين الذكور والإناث باعتبار أنه النساء هم من الفئات المستضحة في هذه المجتمع بنية الاقتصاد بنية غير عادلة وبالتالي هذا سينعكس على الفئات الأكثر ضعفاً اللي هم النساء يعني أنا ما بحب نحكي أنه النساء هم أكثر ضعفاً يعني إذا أرادت المرأة أن تكون قوية فلها ذلك وإن أرادت أن تكون مستضعفة فلها ذلك برغم من أنه ممكن يطلق على مجتمعنا الاردني مجتمع ذكوري إذا إحنا تحدثنا كنا نتحدث تحت الهواء سيدي عن كيف وصلنا لهذه الفجوة ما بين الأجور بين المرأة والذكر وحدثنا أكثر عن هذه التفاصيل بعد الناس يعني كلامك صحيح ستلين إذا كانت البيئة الداعمة الموجودة في قطاع الأعمال وفي المجتمع داعمة للطرفين بنفس المستوى ولكن نظرة سريعة بلاحظ أنه البيئة ليست داعمة للطرفين بشكل رئيسي إذا أخذنا بها الاعتبار فقط نسبة المشاركة الصادية للنساء في الأردن لم تتجاوز الـ 15-10% وإحنا في الأردن بنشتغل مؤسسات رسمية ومؤسسات أهلية ومدنية ونشطاء وخبراء وإعلام بنشتغل حاليا 30 سنة لزيادة هذه النسب ارتفعت من 14-10% إلى 15-10% على مدار أكثر من عقدين القصة أنه حقيقة ظروف العمل المتاحة للنساء أكثر صعوبة من الرجال لكونوا واضحين فعلا؟ حقيقة طبعا أولي شيء طبيعة المهن المتاحة هنا أقل درجة من النساء هذا أنا بحكي بالمجمل بعموميات نعم ولكن لا تحدث عن حالات خاصة تتفوق فيها المرأة على نفسها وتتبوأ مناصب عليا والآخره وهذا موجود طالح حوالينا دائما بنلاقيه ولكن بشكل عام تتركز النساء العاملات في الأردن في قطاعين أساسيين نعم في قطاع التعليم في قطاع الصحة البيئة وشروط العمل في هذوي القطاعين صعبة طب إذا إحنا حدثنا عن قطاع التعليم على سبيل المثال وإذا قارننا المعلمات في المدارس الخاصة تحديدنا هلأ هم أكثر إيش عم بواجه هاي المشكلة إذا قارننا أجور المعلمات في المدارس الخاصة بعضا منها طبعنا ما عم نعمم مع أجور بعض من الأساتذات في نفس المدارس العام نلاحظ فرق بالتأكيد للأسف الشديد قطاع التعليم من القطاعات اللي كنا دائما نحذر فيها في مركز الفنيق والمرصد العمالي تابع إلو إنه هذا يعني مجال خطر ويجب أن يتم الانتباه إلو من أكثر من 15 عام لأنه المدارس الخاصة إذا استثنين المدارس الكبرى الغالبية الساحقة اللي بيشغله 90% من العاملين والعاملات في المدارس في التعليم الخاص للأسف الشديد مستويات الأجور مش متدنية متدنية جدا وأقل من حد اللي أدنى الأجور وكل الجهود اللي انحكت للأسف الشديد لم تساهم في أنه يصل لحد الأدنى الأجور يصل رواتب المعلمات والمعلمين لحد الأدنى الأجور وغالبيتهم نساء يعني أكثر من 90% من العاملات في القطاع نساء لدرجة أنه لما وضعوا إجباء ألزموا القطاع الخاص أن يحولوا الرواتب على البنوك صاروا يحولوا الرواتب على البنوك ومن ثم يستعدوا جزء من هذه الرواتب كأصحاب أعمال كشرط من شروط الاستمرار بالعمل والعقود القطاع الصحي أيضا القطاع الصحي ليس كل أطباء صياد للآخره وتمريض ولكن أيضا في هناك المهن الصحي المساندة والمتدنية والآخره وبالتالي مستويات الأجور في هذه القطاعات متدنية جدا لذلك فجوة الأجور في هذه القطاع هي الأعلى 30.31% تتوصل لذلك أنا بأعتقد أنه تحسين شروط العمل بشكل عام هو مدخل مراقبة أسواق العمل في أن توفر فرص عمل ببيئة جيدة للنساء موازي للرجال هو مدخل آخر إضافة لذلك ضروري التوفير ببيئة ملائمة لطبيعة عمل المرأة يعني لما يكون نظام المواصلات العامة في الأردن بائس والمواصلات الأجور ضعيفة كيف تستطيع المرأة أن تضحي بحياة الشخصية وإسرتها وأطفالها الحضانات وكلف عالية عشان تروح تشتغل بـ 300 دينار وـ 220 دينار حتى بـ 400 دينار وحتى بـ 500 دينار فهي عند سن معين تنسحب من سوق العمل وكل الدراسات تشير المحلية والدولية أنه أحد أهم أسباب ارتفاع فجوة الأجور بين الرجال والنساء في مختلف القطاعات وبالذات في القطاعات أنه انسحاب المرأة من سوق العمل يكون أبكر من الرجال وبالتالي ما بتتبوأ مواقع إدارية علية بحيث تحصل على رواتب لذلك إذا راجعتي تقرير دارة الإحصاءات العامة الأخيرة 2018 بيتحدث أنه فجوة الأجور في الوظائف الإدارية العليا عالي جدا من 1570 لـ 1009 الفرق بين معدلات الأجور بين الرجال والنساء وبالتالي هذا بعطيكم مؤشر أنه الانسحاب من سوق العمل عشان ما تنسحب المرأة مبكرة من سوق العمل يجب أنه نعطيها ظروف عمل ملائمة لازم نوفر حضانات بشكل وهذه مهمة الدولة أولا وأخيرا لأنه البعض يتحدث أنه القطاع الخاص لازم نوفرها القانون بيجبر القطاع الخاص ووفرها الآن حول رزق منه عن ضماء الاجتماعي أنا تقديري هذا دور الدولة وتقديري الحكومة الحالية بدأت يعني في هذا الجانب ولكن بدأ سنوات طويلة لغاية ما نحسن بيئة الأعمال للنساء طب إذا إحنا بنحكي عن عالم التعليم تحديدا إحنا عم نحكي عن معظم العاملين في 90% هما سيدات ونساء بالمقابل 10% لهم الذكور ممكن يحصلوا مبالغ أعلى من المعلمات مع أنه كثير من البنات اللي بكونوا موجودين حوالينا منشوفهم بيحكوا أنه أنا بدأ أكون معلمة بقدر أحط ولادي معي بروح بكير بخلص بقدر ألحق باقي يومي فبرأيك أين ومتى ممكن أن نرى التغيير اللي إحنا بدنا نشوفه وإيش هي المطالب التي يجب أن يطالب فيها العاملين في القطاعات المختلفة للتخلص من الفجوة أنا تقديري تحسين شروط العمل في الأردن وخارج الأردن في كل دول العالم باعتمد على علاقة القوة بين صاحب العمل وعامل طرفي العمل طرفي العمل عامل وصاحب عمل عاملة وصاحب عمل أو صاحبة عمل إلى آخره عندما تكون علاقة القوة بين هذول الطرفين ضعيفة ومن حازم الكامل لصالح أصحاب الأعمال لن تتحسن شروط العمل وهذه المشكلة دائما نتحدث فيها بالوقت اللي إحنا أصحاب الأعمال فيه يتمتعوا بقوة وهذا حقهم لازم نمكن العاملين والعاملات أن يتمتعوا بحقوقهم بمعنى آخر لازم نمكنهم من حرية أن يشكلوا نقابات ونظموا حالهم ويعملوا بفاوضة جماعية بيخرقوا قوة توازن بيفرضوا على أقل إنفاذ القانون اللي بيحرم التمييز صح وهكذا لذلك أي جهود يمكن أن تبذل خارج نطاق هذه المعادلة تعزيز علاقات القوة بحيث تكون علاقات متوازنة لن يتحقق ذلك وإذا بتلاحظي سريعاً المؤسسات القطاعات الاقتصادية اللي فيها منظمات نقابية قوية ونشيطة معدلات وجورهم ومستوى حياتهم ورواتبهم والتأمينات الصحية والضمانات الاجتماعية وصلاديق التكافل ممتاز جداً بينما القطاعات اللي يحرم فيها العاملين من يكون يبنوا قوتهم الذاتية بما أنه حضرتك ذكرت التشريعات النافذة في الأردن هل فعلياً هم عم بيعملوا بالعمل الصحيح أو بيقوم بالعمل الصحيح حتى يصلحوا هاي الفجوة؟ يعني قانون العمل فردن هو ناظم لهذا الموضوع وقانون ضمان الاجتماع بس بشكل رئيسي الأجور مرتبطة بقانون العمل قانون عمل لا يميز بين رجال والنساء ولكن التمييز يأتي على أرض الواقع بالممارسة لاختلال علاقة القوة اللي تحدثت يعني ملاحظة جداً مهمة حكيتها تحت الهواء بمبلش المقابلة سيدي إنه إحنا منحكي عن الذكور والإناث عندما يكون عندهم نفس الكفاءة نفس الخبرة نفس حبهم للعمل والشغف ودائماً بحكي قد كل ما إحنا نعطي بشغلنا أكتر كل ما ممكن يكون في عنا ريوويدز أو الناتج يكون أجمل فإحنا عم نقارن المرأة والرجل في نفس الموقع العمل في نفس الكفاءة والخبرات إحنا ما عم نحكي إنه المرأة مضطهت حقها ولكن ممكن سبب كبر الفجو مثل ما حضرتك ذكرت إنه عم بتكون هي المنسحبة أولاً من سوق العمل ما هي الرسالة الأخي اللي بنحب نواجهها لك كل أسيدات اللي عم بحضرونا هلأ أنا تقديري العمل إلو بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية هناك إلو قيمة معنوية على تشكيل شخصية المرأة وتشكيل شخصية الرجل العمل صحيح بيجيب لي إيراد وبعيش وبحسن مستوى معيشتي إلا إنه العمل إلو قيمة اجتماعية وقيمة إضافية على شخصيتي وعلى دوري في الحياة إذا بتلاحظي كل ما زاد دور المرأة الاقتصادي كل ما تحسن دورها في المجالات الأخرى لذلك أنا تقديري على النساء أن يبدلوا قصارى جهدهم على المجتمع أن يساعد النساء أن يبدلوا قصارى لأنها قضية تنموية قضية علاقة بالاقتصاد قضية تعطيل نصف الطاقات المجتمع أن يستمروا بالعمل لتحسين شروط عملهم بكل الطرق المتاحة لأنه لا يوجد خيار لتقدم الأردن الاقتصادي والتنموي بدون ما تكون المرأة فاعل اقتصادي كبير صحيح حوادي أجمل رسالة ممكن أن نوجهها للمرأة يعني مدير مركز الفينيقلية الدراسات الاقتصادية سيد أحمد عود شكرا جزيلا لك على هذه التفصيل لكل مرأة تحضرنا لكل مرأة رح تتابع هذا الفيديو نتمنى أن تكوني جزء فاعل من المجتمع الأردني هو مجتمع قد يطلق عليه مجتمع ذكوري ولكن بيدنا أن نكون أكثر فاعلية فنمحي هذه الصورة النمطية